خليني قبل ما أقول لحضراتكم القيمة والأسماء اللي تم اغتيرها بشكل نهائي القيمة النهائية نشوف في لوي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قال إيه النهاردة في المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم نوستمز اكي ها واني مايو بقالي هنا معاكم تقريبا سنة ونص ايهوه ما ايدنتيات كنوش فومس كريان من ايكيبا وكان واضح ان في دلوقتي شخصية واضحة لمنتخب مصر احنا قدرنا نخلقها واضحة جدا في المباريات لعبنا أصاد أكثر من خصم في الفاترة دي لعبنا أصاد خصم صعب وخصم منو أقل شويف الصعوبة وكل فريق كان لحصائز بتاعتو والسلوب بتاعتو وكان دائمان الشكل بيزار بمنتخب مصر أو السلوب اللعب بتاعنا هو نفس الشيء أصاد فريق قوي أو فريق أقل شويف الصعوبة وكان وضح تحوز وكان يحافظ على الكورة وكان يحافظ على الكورة وكان يحافظ على الكورة وكان حتى ما بنفقد الكورة تحاول أن نحن نسترگاهها في وقت سريع وكان يكون الفريق منظم ومحافظ على التوازن سواء دفاع أو حجوم إن شاء الله سيكون موجود معنا طبيعي أن المنافسة المرادية ستكون مختلفة كذلك الخسم الذي سنلعبه سنلعب على أكثر من خسم و سيكون هناك اختلافات كبيرة بينهم ولكن المجموعة الموجودة و الذي سنلعبه المنتخب مصر يجب أن يمكنهم المنتخب بشكل جيد جدا في أي من الظروف و في أكثر من أسلوب بما تعلق باللعب صبحي وفاتوح أكيد طبعاً أنني أتفكر كتير جدا في المسألة وخدت مني وقت كبير في التفكير ولكن وصلت للقرار أن فاتوح لعب معجب به جدا على المستوى الفني كلاعب طبعاً يعني دي قناعات في الأول والآخر محدش يقدر يتدخل فيه اختيارات أو معايير اختيارات المدير الفني المنتخب الوطني هو صاحب القرار الأول الأخير وهو لا يحسب على الفاتورة لكن في النهاية هو منتخبنا إحنا منتخب مصر اللي إحنا أعتقد كلنا متفقين أنه بإذن الله نفرح فرحة كبيرة جداً لو المنتخب عاد مرة تانية لمنصات التتويق وده ما يمنعش إن إحنا نسأل يعني في بعض الأسماء اللي تم اختيارها أو بعض الأسماء اللي تم استبعادها كانت بالنسبة لنا علامات استفهام كنا محتاجين نوضح فكرة إنه الراجل يصرح في المؤتمر الصحفي ما فيش مدير فني يقدر يوعد ببطول أنا متفق معا مليون في المائة يعني من الجنون مهما كنت حتى لو كنت جوارديولا أو أنشلوتي حتى المدربين دول أليكس فيلجسن في عزو يعني كان بيكسر ألقاب وبطولات جوارديولا ومعا أفضل سكوات في البايرن ميونيك وفي السيتي خسر بطولات وخسر ألقاب مهمة جداً خسر بطولات زي الشامبينز ليج كان هو الأقرب لها في نسختين واربعة خسر في المرتين أنشلوتي خسر ألقاب كل المدربين بيغسروا ألقاب فهو مهما كان معاك سكوات أو مهما كنت مرشح أول لأي لقب ومن وجهة نظري منتخب مصر مش مرشح أول بطولة اللي جاي لكن يقدر يوصل لكن يقدر يوصل شأن الناس بس ما تاخدش كلامي غلط أو ما تفهمش كلامي غلط